وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ هناك نقطة لطيفة كان يشير إليها العم حفظه الله كان يقول الآيات الكريمة لا تقول حجم الذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرح ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرح مثقال محجم لأن الحجم ملحوظ أنتوا إذا في غرفتكم أكو كوة ونور الشمس يدخل منها تشوفون هذه الهباءات المتطايرة في الهواء فحجمها واضح لكن ثقلها مجهول البشر لا يعرف ثقل هذه الذر إلا إذا الآن العلوم الجديدة صنعت فدموازين جدا دقيقة حتى تعرف ثقل هذه الهباء إذا أكو على ما أدري أكو أو موكو الله تعالى لا يقول فمن يعمل حجم ذرة لأن حجم الذرة واضح الله يشير إلى الجانب الخفي فمن يعمل مثقال ذرة ثقل الذرة يا بني في سورة الأقمان إنها إن تكو مثقال حبة من خردل لا أدري شايفين حبة الخردل أو لا واحد عندما يشوف حبة الخردل يصاب بحالة دهشة من صغرها كلش صغيرة يعني صغرها يلفت النظر يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يجيبها الله حتى إذا في أعماق الفضاء اللامتناهي كانت الله تعالى لا يخفى عليه شيء